يشتك المواطنون في مدن الجبل من غلاء أسعار صهريجي نقل المياه في ظل الانقطاع المستمر لتدفق مياه النهر الصناعي حيث تزداد فترة الانتظار للحصول على احتياجاتهم من المياه لأكثر من ثلاثة أسابيع فتح توا قبل يومين إلى ثلاثة وتكسر الطوب وامتع النهر وقف النهر مسارشي والناس تعاني كانت بتوصي على بط المياه قعد مرات سبوع عشر أيام خمسة عشر اليوم البط من هنا مسافة ثلاثة كيلو مئة وخمسين دينار سائقو صهريجي نقل المياه يرمون بمسؤولية غلاء الأسعار على أزمة الكهرباء مما يضطرهم للانتظار لساعات طويلة أمام الآبار نهيك عن تزودهم بوقود الديزل من السوق السوداء المشاكل اللي نعانوا فيها قلة الوقود يعني نشروا فيه من يد السوداء يمكن حوالي زوز دينار وزوز دينار ونص انقطاع الكهرباء يعني من ساعات متعددة من خمسة ست ساعات توصل مرة العشر ساعات ثانيا المشاكل اللي تعاني فيها المنطقة بالكامل من قوليش لصابعة يفرن القلعة هذه كلها في خط واحد المواطنون والسائق الشاحنات ناشدوا جهاز النهر الصناعي بوضع حلول للانقطاع المستمر لمياه النهر وإيقاف الاحتداءات على مسارات النقل التي تسبب مشاكل فنية ساهمت في تثاقم الأزمة ترجمة نانسي قنقر